أهلا بكم هنا سوف نتعلم كيفية كتابة مقالة قصيرة موضوع تعبير في مئتين كلمة بلغة الإنجليزية I am ستكتب هنا اسمك insert your first name followed by your last name I am for example I am كريمة by name I am a girl أنا فتاة فهذا الموضوع مكتوب خصوصا لفتاة يمكنك أن تغير girl إلى boy and I am light in complexion أنا بيضاء البشرة I come from a family of five أنا من عائلة ذات خمس أفراد and I occupy the third position وإنا الثالثة في الرتبة My father is a banker أبي يعمل في البنك يمكن تغيير banker إلى الوظيفة التي تلائمك While my mother is a teacher في حين أمي معلمة We are very close in my family نحن مرتبطون جدا في عائلتي يعني مقربون من بعضنا البعض and I can tell my parents just about anything ويمكنني أن أخبر أبوي أي شيء هنا لسينا كتابة I am 12 years old عمري 12 يمكن تغيير 12 إلى أي سنة إن كان عمرك 16 يمكن كتابة 16 and I am in class 4 وأنا في القسم الرابع أو في الفصل الرابع I love going to school because the atmosphere is conducive for learning رحب الذهاب إلى المدرسة لأن الجو هناك يساعد على التعلم conducive for learning and I have really nice friends ولدي أصدقاء رائعون جيدون لطيفون My hobbies include reading watching movies and taking music lessons هواياتي تشمل القراءة مشاهدة الأفلام وأخذ طروس الموسيقى I don't like sports and I don't go out of my way to exercise أنا لا أحب الرياضات ولا أجهد أبذل قصارى جهدي لممارسة الرياضة كلمة I don't go out of my way يعني لا أجهد نفسي لا أبذل قصارى جهدي I am an easygoing person and I love my life أنا شخص يعني ساعة كي عبارة easygoing شخص مسترخ relaxed لا يأخذ الأمور بجدية بشكل كبير and I love my life وأحب حياتي